السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من يذهب إلى إحدى الدول المجاورة وينتمي في نسبه إلى أحد أقاربه كعمه أو ابن عمه ويحصل بذلك على جنسية تلك الدولة مع أنه لا يدعى إلا باسمه الحقيقي ولكنه فعل ذلك لأجل الحصول على الجنسية وما يترتب عليها من وظيفة وراتب فمن فعل ذلك فماذا عليه مع أن أبناءه الآن موظفون ومستقرون في بيوتهم هذا لا يجوز هذا يطول السؤال على شأن نقول له ما يخالف لا هذا ما يجوز هذا أول إن كذب ولا يجوز الاحتيال والكذب ثانيا أنه انتسب إلى غير أبيه وهذا كبير من كبائر الذنوب انتسب إلى غير أبيه فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم يتوب إلى الله وأن يرجع الأمور إلى أصلها ويتدارك أمره ويترك الكذب نعم